حققت كم بطولة مع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي تقريبا اكتر من 35 بطولة 35 بطولة؟ اكتر كمان من سنة كام لكام ابتدت مع النادي الاهلي اول بطولة كانت 91 لحد 2010 2010 يعني تكنت تاخد بطولة كاس ودوري وكاس سوبر يعني في بعض المؤسم كنا بناخد اربع بطولات كنا بناخد دوري كاس بطولة افريقية بطولة عربية وزمان كمان كان فيه ابطال كاس وابطال دوري فكنا ممكن ناخد بطولتين افريقيا في موسم واحد لا بيسموها السوبر دلوقتي اه السوبر دلوقتي اللي هي ما بين بطل الدوري وبطل الكاس اه او الوصيف اه اه طيب امكن انت بعض الناس فيه بعض الناس بتلعب على لعب اخرى وبتبص على لعبة كورت القدم بيقولك لعبة كورت القدم بيلعب ماتش او اتنين او سنة او يجي جدد عقد وياخد مبلغ قد كده انما احنا لعب الشهيدة اللي هي لعب سواء الفردية او الجماعية اللي موجودة غير كورت القدم بناخد حاجات بسيطة انت كنت شاهد من وجهة نظرك ايه لا والله اغلب لعبة الالعاب الاخرى مقتنعين جدا بموضوع ان كورت القدم طبعا الشعبية الاولى وهي اللي بتاخد الرعاية الاكبر وهي اللي بتجيب الدخل الاكبر للنادي بالذات النادي الاهلي فطبعا مقتنعين تماما ان كورت القدم لازم تبقى حاجة يعني طول ما كورت القدم نمر واحد في مصر وافريقيا احنا الالعاب الاخرى برضو الكورت القدم بتساعد الالعاب الاخرى اللي بيتم الصرف برضو على الالعاب الاخرى من دخل كورت القدم ولكن في الوقت الحالي انا شايف ان الالعاب التانية الطائرة والباسكت والدبول قرابت جدا قرابت يعني ما اندمتش في يوم من الايام اللي انت مطلعش لعيب كورة لا 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 خالص انا كنت بحب الطائرة وكنت داخلها عن الكتناع يعني وداخلها وكمال اللي انت حققت فيها برضا اه الحمد لله طيب انت لعبت كانت انت قلت البطولة بتاعت نهاية افريقيا دي انت اكسبتوها وحققت فيها مركز اول على الافريقى التونسي اي بطولة اللي انت لعبتها وخدت فيها احسن ضرب على مستوى القرى الافريقية اه حصلت اكتر من كذا مرة يعني مع النادي الاهلي اكتر من كذا مرة مع مطهب مصر اه الحقيقة يعني في بطولات في كذا بطولة افريقية ابطال دوري الحمد لله كان نادي الاهلي بيفوس فيها سواء على اندية النجم السحيل التونسي او صفاقس التونسي والترجي كل البطولات دي الحمد لله خدت فيها احسن لعب على مستوى افريقيا أو أوقات كتيرة كنت بأخذ أحسن ضارب اللي هو أحسن مهاجم يعني كنت بأجمع بين حاجات كتيرة الحمد لله طيب في بعض الناس بتقولك أن النادي الأهلي طبعا متعود على أن أنا أول ما نخلني النادي الأهلي كان أنا أرحمه كابتن مصطفحة صين كابتن فتحن سير كابتن صالح قالوا لي إحنا لما بنلعب في أي بطولة ما بيبصش على المركز الأول في بقى مركز تاني التاني زيه زي الأخير أو زيه زي التالت الرابع السادس لحد الأخير ده كان عندنا احنا فكورة أنتوا اللي عاودوك على إيه المدربي متاعك والجهاز الفني والإداري بس كل ألعاب النادي الأهلي في جميع الألعاب باسكت يد طايرة سلة ماشيين على النهج بتاع كرة القدم تاني زي أخير يعني احنا طول عمرنا معروف البطولة أول لو ما خدناش أول بالنسبة لنا أكدنا نعم متعودين من صغركو بقى آه من مراحل الناشئين لحد ما نوصل للدرجة الأولى معروف في النادي الأهلي إن تاني زي أخير لو ما خدتش الأول هي دي البطولة بالنسبة لنا إيه البطولة اللي أنت كنت تحطين أمل عليها أنك ريتكتسبوها ومرة واحدة خسرت البطولة في لمح الباصر كده مرة في بطولة أفريقية أوساد الزمالك وكنا كاسبين الحقيقة في الجيم الخامس 11 ستة وكان فضل لنا أربعة بنت سبحان الله يعني المباراة دي محدش ينساها حصل مرة واحدة اللعب ووقفه وأخطاء غير مبررة حصل رابكة كده من إيه بقى؟ ما عرفش الحقيقة كان الناس خلاص بتحط المدليات المدليات وبطرق خلاص الأهل هيكسب 11 ستة فضل لنا ثلاثة أربعة بنت يسيقة بقى زايدة على النقل ممكن يكون حصل ثيقة زايدة هل ده إخفاق من اللعبين ولا من مدير الفني ولا من إيه؟ لا وبيبقى مسئولية مشتركة طبعا كله خلاص حسيت إنك كسبتوا لسه المباراة كسبنا وريحنا ومرة واحدة خسرتوا البطولة دي خسرنا البطولة الحقيقة وبطولة كتقريبة مننا جدا بعد ما خصلت البطولة دي إيه 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 اللي حصل لك أو إنتوا كلعيبة اجتماعتوا مع بعض أو اتكلمتوا مع بعض قلتوا إيه؟ لا طبعا حصل بعديها اجتماعات مع اللعيبة وما كانش ينفع إن إحنا نخسر البطولة دي والبطولة بتاعتنا وإحنا كنا أحسن كأفراد وكلعيبة وتعاهدنا إن إحنا بعدها الحمد لله كسبنا أربع بطولات يعني بعدها عوضنا بأربع بطولات الحمد لله طيب كلمنا عن جيلك كده قل لي مين جيلك ومين اللعيبة اللي إنت سمرت معهم فترة طويلة جدا وحققت معهم إنجازات والحد دولة تقعدوا فتكروها زي ما إحنا بنوعا نفتكر البطولات إحنا حققنا هو طبعا الجيل اللي قبل مننا كابتن عناد فاروق كابتن رضا الغزالي كابتن طارق فريد كابتن أحمد زكريا كابتن محمد شعراوي دول الناس الأكبر مننا اللي هم ابتدنا نتعلم منهم دخلتوا في السطور دخلنا ابتدنا معاهم فترة قليلة وابتدنا نتعلم منهم جيلي بقى اللي هو اللي حقق معايا أكتر إنجازات يعني في الفترة بتاعتي أنا في التسعينات كابتن مجد مصطفى كابتن هاني مسلحي كابتن أعمال روجي كابتن محمد ميدو مسلحي عبد الكريم محمد عبد الكريم كابتن ياسين أمين كابتن خدعب قادر نور عطية لا نور عطية الجيل الأكبر مننا اللي أكبر منك مع الجيل الأكبر مننا إنما الأسماء اللي قلت يا حضرتك عليها ديت هي الأسماء الفترة التسعينات اللي إحنا قصرنا الدنيا الشموتي كان الجيل اللي قابل الشموتي برضو كابتن خالد وكابتن أحمال الجيل اللي قابلنا برضو كان الكابتن اللي كان مزيع المباريات بقري كابتن بقري اللي هو ممضوع البقري ممضوع آه فكان يقولك يا سلام يا شموتي يا سلام يا صافي وإنت صافي وبتلعبها بزهد حاجة دي كنت بتأثر معك اه طبعا كان نخلص المطش الناس في الشارع التعليقات كانت بتستمر في الشارع كان ساعتها طبعا المطشاط بتاعتنا بتزاع في التلفزيون المصري وكان الناس مركزة على قناتين ثلاثة فكانت محتف زنتة بالمورادي اه طبعا فالحاجة الناس كلها كانت شايفة المطشاط دي فكانت بتسمع جدا والتعليقات كانت محفوظة في الشعب المصري كله كانت حافظة شكرا